أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج بوليغراف التي نفند فيها الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الحق لا ينصر بالتزوير ولا فائدة من فبركة الأخبار لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة أمر بديهي لا يحتاج إلى شرح وتوضيح ونكرره في برنامج بوليغراف بصيغ وألفاظ مختلفة إلا أن الحسابات التي تسيء من حيث أنها أو تظن أنها تحسن لا تسمع ولا تعي فهي مستمرة في نشر أخبار لا أصل لها دون سبب مثل ترويجها لهذه الصورة مع تعليق يقول عاجل خبر زلزال أو خبر زلزل تلعبي مقتل أخطر قناص في الجيش الإسرائيلي النقيب شعفاص لا فيه قائد وحدة القناصة بلواء جولاني على يد قناص القسام تم استدعائه قبل أسبوع لكي يتصيد قناص حماس المرعب في خانيونيس ولكنه أصبح المقنوس الغريب في هذا المنشور أنه انتشر في وقت أوقعت فيه المقاومة بالفعل عدد كبيرة من جنود الاحتلال في عمليات مختلفة فلماذا يتم اختراع قصة لم تقع؟ راجعنا الموقع الرسمي الذي يعلن فيه جيش الاحتلال عن قتله بالإسم والصورة ولم نجد المذكورة بين القتلى أما الصورة المرفقة بالمنشور فالتقطت في الثالث عشر من شهر أكتوبر عام 2023 وتظهر جنوداً إسرائيليين يسترحون في كيبوتس بإيري وسنزيد المفبركين من الشعر بيتاً نقول لهم أنه في اليوم الذي يروج فيه للخبر الكاذب أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلى ثلاثة من ضباطه وهم قائد كتيبة ونائب قائد الكتيبة وقائد فصيلة في الكتيبة 2020 بلواء المطليين ألم يكن من الأولى ذكر هذه الحقيقة بدلاً من كتابة حكاية طويلة لا أصل لها ولا فصل نبقى مع الحسابات والصفحات العشوائية الباحثة عن الرواج والإعجابات فقط وتحديداً تداولها لصورتين غريبتين نرى في الأولى رجلاً بديناً يرتدي زياً عسكرياً وفي الثانية تصميماً خبرياً مكتوب عليه زيد ناصور إسرائيلي يتفاخر بالقتل الصورتان جاءت مع منشور يقول عاجل خبر زلزلة الأبيب مقتل العقيد بارون هيفي قائد وحدات رأس الحرب في لواء جولاني في معارك خان يونس ظهر قبل يومين وهو يرتدي زيد ناصور وهو يتفاخر بقصف غزة من إحدى الدبابات فابتلعته غزة الخبر للأسف زائف حيث لم تعلن أي جهة رسمية أو وسيلة إعلام عبرية عن مقتل هذا الضابط ولم تنشر صورته أو اسمه في الموقع المحدد لنشر قتل جيش الاحتلال وكان آخر ما نشر صور لواحد وعشرين جنديا مع اسمه في العملية المركبة التي قامت بها المقاومة في مخيم المغازي كما بحثنا عن وحدة رأس الحرب المزعومة في جيش الاحتلال لم نجد وحدة بهذا الاسم أبدا بحثنا أيضا عن المدعوب بارون هيفي لم نجد أي ذكر له في أي مكان ولم تنشر أي وسيلة إعلام عبرية أي معلومات أو تفاصيل عن هوية الجندي أو الضابط الذي ارتدى زي الديناصور في اللقطة المتداولة العملية المركبة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية قبل عدة أيام في مخيم المغازي في قطاع غزة أثارت جدلا واسعا في دولة الاحتلال حيث اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل واحد وعشرين جنديا وإصابة ثلاثة وثلاثين آخرين بينما تقول كتائب القسام إن الأرقام أكبر من ذلك بكثير الحسابات والصفحات العشوائية الباحثة عن الانتشار استغلت تصدر العملية للأخبار في الترويج لهذه الصورة مع تعليق يقول جميع من هم في هذه الصورة قتلوا ومن نجى أصيب بإعاقة دائمة ولزالت حياته في خطر أو أصيب جيوش العالم تقتل بالجندي وجيشون الذي لا يقهر يقتلوا بالدرزن والدرزن هي واحدة مكونة من 12 شخص ويقابلها بالمصر بالدستة نشر هذه الصورة أمر محير حيث أنه لا علاقة لها بالعملية النوعية التي أوجعت الاحتلال الأغرب أن حركة حماس نشرت مقاطع فيديو وليس صور فقط تظهر الجنود الإسرائيليين الذين لقوا مصرعهم وهم يزرعون متفجرات في مباني سكنية بعد أن استهدفتهم المقاومة بصواريخ مضادة للتحصينات عموما هذه الصورة قديمة نشرتها وكالة رويترز مشاهدين في الرابع من شهر ديسمبر الماضي أي قبل شهر ونصف تقريبا وتظهر تجمعا من الجنود الإسرائيليين بالقرب من الحدود مع قطاع غزة وفي فائدة جانبية من التغريدة أو المنشور فإن أصل كلمة دارزن أو دازينة هو دازن باللغة الإنجليزية أما دستا ففارسية وإلى خبر صاغه أو تلاعب بكتابتهم وفبركون مخضرمون من الزمن الجميل فهو مرفق بدليل دامغ مقطع فيديو صوت وصورة نص الخبر هو قيادي في حماس يقول ما حدث في السابع من أكتوبر خطأ وأهالي غزة هم من قتلوا واختطفوا المدنيين الإسرائيليين وليس حماس مشاهد هذا المقطع سوي لا نخجل أن يقولون بيصير بعض الأخطاء الموجودة هذا شيء طبيعي بيصير في كل الدول لذلك نحن نمتلك الجرع والشجاع أنه بعض الأمور كان فيها بعض يعني مثلا نحن لم نكن نوجه عملنا ضد المدنيين ولم يكن هدفنا قتل المدنيين ولا هدفنا اختطاف المدنيين بالأساس كان هدفنا الأساس كما قلت عسكر لكن لما فتح السلب بين قطاع غزة وبين فلسطين المحلات تدفق كثير من الناس وبعضهم عمل ما عمل وصنع ما صنع التصريحات مقتطعة من سياقها والمتحدث في مقطع الفيديو هو الدكتور غازي حمد القيادي في حركة حماس العجيب جدا هو أن المفابركين تتروا واجتزأوا المقطع من مداخلة للدكتور حمد مع تلفزيون العربي تحدث فيها عن الوثيقة التي نشرتها حركة حماس في الواحد والعشرين من شهر يناير الجاري والتي عنوانها هذه روايتنا لماذا طفان الأقصى؟ لم يقل الدكتور حمد أن ما حدث في السابع من أكتوبر خطأ بل جاوب على سؤال متعلق بفقرة وردت في الوثيقة ذكرت أن أخطاء حدثت في السابع من أكتوبر بشكل غير مقصود فقال إن المقاومة لا تخجل من ذكر بعض الأخطاء ولديها الشجاعة لقول ذلك مؤكدا أن طفان الأقصى عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال ولم يكن هدفها قتل أو اختطاف عن المدنيين نشاهد أيضا مقتطفات من هذه المقابلة لا نخجل أن يكون بعض الأخطاء الموجودة وهذا شيء طبيعي يكون في كل الدول لذلك نحن نمتلك الجرع والشجاع أنه بعض الأمور كان فيها بعض يعني مثلا نحن لم نكن نوجه عملنا ضد المدنيين ولم يكن هدفنا قتل المدنيين ولا هدفنا اختطاف المدنيين بالأساس كان هدفنا الأساس كما قلت عسكر لكن لما فتح السلك بين قطاع غزة وبين فلسطين المحللة تدفق كثير بين الناس وبعضهم عمل ما عمل وصنع ما صنع لذلك نحن كما قلت لا نخجل أنه بعض الأخطاء الفردية لكن الموقف الذي قالتني حماس وكتائب القسام والقائد العام الأخير حمد الضيف قال نحن وجهنا بندقيتنا نحو جنود الاحتلال نحو فرقة غزة من أجل اختطاف جنود ومبادرته بأسراف فلسطينيين وكذلك قال لا تقتل شيخا ولا طفلا ولا امرأة وإلى آخر ولذلك كما قلت الموقف كان واضحا إذن كما أكد الدكتور حمد أن إسرائيل روجت لادعاءات زائفة أيضا عن عمليات اقتصاب وقتل للمدنيين ثبت كذبها لاحقا قصقصة الحديث واقتطاعه من سياقه هي سمة الحسابات المتصهنة ولكن بوليغراف لكم بالمرصاد بالمناسبة من بين كل القنوات لم تختاروا إلا تحريف ما بث على التلفزيون العربي هذه مهمة سهلة بالنسبة لنا أصحاب نظريات المؤامرة بارت بضاعتهم مؤخرا فالعالم مشغول بما يكفي من الأحداث والحروب من أوكرانيا إلى اليمن مرورا بغزة إضافة إلى تضخم عالمي واضطراب في سلاسل التوريد ومخاوف من خروج الأمور عن السيطرة في شبه الجزيرة الكورية وغزو الصين حتى لتايوان غير أنه في كما يقول المثل الشعبي يموت الزمار وأصابعه تلعب ولهذا سارعت تلك الحسابات إلى ترويج منشور يقول رئيس منظمة الصحة العالمية استعدوا لمرض X أكثر فتكا من كورونا بعشرين ضعفا الحقيقة هي أن المنشور كاذب لم يعلن تيدروس أدهانم رئيس منظمة الصحة العالمية عن فيروس جديد شد فتك من كورونا أصلا ما قاله الرجل مؤخرا في مؤتمر دافوس وفي أكثر من مناسبة سابقة عن ضرورة الاستعداد لمواجهة فيروس X فلا علاقة له بمرض محدد X ليس اسما لفيروس جديد وإنما هو رمز يرمز الحرف X للأوبئة الغامضة غير المعروفة التي من الممكن أن تتسبب في جائحة جديدة في المستقبل لحسن الحظ رئيس منظمة الصحة العالمية ليس غبيا شرح ما قصده في منشور مطول فقال إن التاريخ علمنا أن توقع تهديدات جديدة لأن الفشل في الاستعداد يجعل العالم مستعدا للفشل وأنهى المنشور بعبارة المبادرات تدعم البلدان في الاستعداد بشكل أفضل للاستثمار في الأجيال القادمة عن طريق المراقبة والإنتاج المحلي والتطوير وقد اعتمدت من مناسبة منظمة الصحة العالمية مصطلح المرض X لأول مرة عام 2018 في إطار سعيها إلى فتح نقاش معمق حول معالجة جائحة عالمية محتملة ربما في المستقبل والاستعداد لها وإلى آخر قصصنا لهذه الحلقة ولعل أقلها بفلسطين أو غزة ورغم ذلك نالت رواجا كبيرا في اليومين الماضيين غير أنه إذا عرف السبب بطل العجب فالقصة فيها شمات مبطنة من فرنسا حيث تداولت حسابات عربية من المحيط إلى الخليج هذه الصورة مع تعليق يقول وصول الدفع الأولى من الجيش الروسي إلى بوركينفاسو التعاون الروسي الإفريقي في أرقى مستوياته هل ترحب بهذا التعاون البعض أضاف روسيا تحل محل فرنسا ولا عزاء لإفريقيا الحقيقة مشاهدينها هي أن الصورة قديمة تعود للعام 2021 وتظهر وصول أكثر من 100 جندي لمصر للمشاركة في حفل افتتاح التمرين المشترك الخامس الروسي المصري المشترك المعنون المدافعون عن الصداقة روسيا أرسلت بالفعل حوالي 100 فرد إلى بوركينفاسو بهدف توفير الحماية لإبراهيم تراوري رئيس النظام العسكري وتدريب بعض العسكريين لتأمينه حيث يسعى لتوفير الحماية لنفسه ومسؤولي نظامه منذ الانقلاب الذي استهدفه شهر سبتمبر الماضي من بين أربعة محاولات انقلابية خلال 15 شهرا بهذا مشاهدين نصل لنهاية حلقتنا الخاصة لهذا اليوم نتمنى لكم دوام الصحة والعافية نتمنى لكم شكرا لكم شكرا اشتركوا في القناة